السيدات والسادة مساء الخير في معرض الكتاب الأخير صدر كتاب جديد ومثير يرصد أحد الملامح المدهشة للشخصية المصرية الكتاب يتحدث عن الغناء وكيف كان المصريون يغنون ويرقصون ويحتفلون في كل المناسبات منذ سبعة ألاف عام الكتاب هو خلاصة بحث عميق في التاريخ وفي عبقرية الثقافة التي قامت عليها واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية الكاتب مثقف كبير وخبير تربوي عاشق للفن المصري يرى أن الغناء من أهم مكونات الشخصية المصرية وأنه واحد من الأسرار الكبيرة التي وحدت الوجدان الوطني وجمعت شمل المصريين وكانت من أسباب انتصارهم في معاركهم الكبرى وفي رفضهم للهزيمة ومقاومتهم للمحن والظروف الصعبة اليوم نصديف الكاتب الكبير لنقلم معه صفحات كتابه الممتعة ونسأله كيف كتب المصريون بالغناء تاريخهم الاجتماعي كيف صنعوا منه قوتهم النعمة ومتى كان الغناء مصدر قوة للثقافة المصرية ومتى كان مظهر ضعف للذوق العام عن مصر التي غنت للنيل والحصاد والأعياد والحرية ومقاومة الظلم وعن مصر التي غنت للفلاحين والصناعية والجنود في معارك الكرامة حديثنا اليوم عن الغناء في الأعياد وكيف عبر المصريون عن حبهم للخير والجمال هذا حوار جديد من نصر